مع هبوط الطائرة السويسرية في جنيف طوت إيران والولايات المتحدة صفحة خلافية أخرى في إطار صفقة تبادل سجناء بين الطرفين ظلت عالقة لأشهر وسنوات عدة ثلاثة من الأمريكيين الأربعة الذين أفرجت عنهم السلطات الإيرانية وصلوا على متن الطائرة وهم مراسل صحيفة واشنطن بوست في طهران جيسون رازئيان والقص سعيد عبديني وأمير حكمتي حسب ما أكد مسؤول أمريكي فيما لم يتم ذكر أي معلومة عن الشخص الرابع حتى الآن نصرة الله خسروي محطة المفرج عنهم التالية هي ألمانيا بهدف الخضوع لفحص طبية في إحدى القواعد الأمريكية قبيل العودة إلى أرض الوطن جاء ذلك مقابل إفراج الولايات المتحدة عن ثمانية إيرانيين سجناء لديها متهمين بمخالفة وخرق العقوبات الأمريكية على إيران بعد أن اسقطت التهم عنهم أو جرى تخفيف الأحكام الصادرة ضدهم وفق مصادر أمريكية مطلعة وفي أول ردود الفعل الدولية أشدت الأمم المتحدة بالخطوة على لسان أمينها العام نرحب بخبر إطلاق صراح الأمريكيين المحتجزين في إيران من ضمنهم جسر رضائيان وكذلك نرحب بإطلاق صراح عدد من الإيرانيين الذين كانوا محتجزين في الولايات المتحدة صفقة التبادل السجناء التي تفاوض عليها الجانبان سرا على مدى أشهر كانت في طريقها للإنهيار بعد أن كان مقررا فرض عقوبات جديدة على ظهران لكن مسؤولين في إدارة أوباما ارتأوا إرجاء القرار وبفعل وعقب ساعات قليلة من إفراج طهران عن السجناء الأمريكيين أعلنت وزارة الخزانة فرض عقوبات جديدة تتعلق بالصواريخ الباليستية الإيرانية ميس عمار العربية